مبارح كنا بنتكلم في الموضوع ده الحقيقة إن إحنا في شهر رمضان كل سنة وحضراتكو طيبين طبعاً الشهر ده بيبقى ليه تقوص معينة في ناس ما بنشوفهاش إلا من السنة للسنة من أهالينا وقرايبنا وحبيبنا وكنا بنستثمر هذه الفرصة دايماً في شهر رمضان عشان نتجمع ونتلم ونفتر سوا وإلا ما تحلى لكن السنة اللي فاتت والسنة دي الحقيقة يمكن إحنا متأيدين بسبب هذا الابتلاء وهذه الجائحة بتاعة فيروس كورونا الحقيقة في ناس يعني وعية للموضوع ده لأنها تقرصت من الفيروس وبالتالي عاشت التجربة ومرار التجربة وعندها رؤية إن التزاور والتجمعات بيبقى ليها خطر كبير جداً وفي ناس الحقيقة لسه الوباء ما زرهوش فلسه لحد دلوقتي يعني ما دائتش مرارة الابتلاء وربنا يا رب ما يجعل حد يدوء يعني ما نتمناش حاجة وحشة لحد لكن الموضوع مش سهل الموضوع صعب جداً خاصة لما يكون متعلق بصحة حضرتك أو بصحة أي حد من أحبابك وأهلك الكلام اللي احنا كنا بنقوله مبارح إن الأعداد بتزيد وبتزيد بشكل متصاعد أو فيه قفزة في الأعداد كلام ده أكدته وزارة الصحة والسكان بوجود ارتفاعات يومية فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا بيصل قرابة 10% يومياً يعني في القفزة بتاعت يعني احنا كنا بنقول إن احنا لسه من 3 أيام كنا 500 فجأة 600 فجأة 800 كلام ده بنتكلم في اللي متسجل بس احنا لسه بقى ما نعرفش اللي مش متسجل فعشان كده بنقول بقى فيه تحذير من التجمعات العائلية في شهر رمضان وكمان الوزارة أكدت إن الزحمة وعدم التباعد والتزاور بيرفع طبعاً فرص نقل العدوى وطلبة الوزارة المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ترجمة نانسي قنقر